اشتركوا في القناة وبهذا تعتبر ممتلكات اولى شركة حكومية في البحرين تنقل جميع بياناتها الى البنية التحتية التكنولوجية السحابية بما يتماشى وخططها الرقمية بحسب ما تنص عليه استراتيجية السحابة اولا المعتمدة من قبل حكومة مملكة البحرين التي تهدف الى ان تكون مثالا يحتذا به في استخدام خدمات الحوسبة السحابية من اجل تقليل التكاليف وزيادة الامن الالكتروني والانتاجية وتطوير الخدمات للعملاء ومن المتوقع ان يؤدي اعتماد الحوسبة السحابية في ممتلكات الانخفاض التكاليف بنسبة تصل الى اكثر من خمسين بالمئة حيث ستخفض التكاليف الامنية والنسخ الاحتياطية وتخزين البيانات وتعليقا على ذلك اكد محمود هاشم الكوهيجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات ترحيل البنية التحتية لتقنية المعلومات من الانظمة التقليدية الى الحوسبة السحابية من خلال شركة امازون ووب سيرفوسز وسيؤدي الى زيادة الكفاءة التشغيلية والامنية والتي تعتبر جزءا اساسيا من استراتيجية ممتلكات الرقمية اشتركوا في القناة